أهلا بحضراتكم الجديد وما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي كل المنتمين له بقدرهم وقيمتهم ومكانتهم هم من يفخرون بالانتمال الأهلي وده اللي قلناه كتير الكيانات الشعبية الكبيرة المحترمة هي اللي كل المنتسبين لها والمحبين لها اللي يفخروا بيها مش العكس لازم احترام القيمة ده واجب مهم جدا عشان كده كان الموضوع المهم فيه مقالي ومقاله قيمة الانتماء وانتماء القيمة قيمة الانتماء يا جماعة أن الانتماء مسألة أخلاقية الشخص غير المنتمي هو الشخص الأناني اللي في ذاته وفي نفسيته وفي وجدانه ما فيش مساحة لغيره هو منتمل نفسه فقط لكن الانتماء للنادي ده جزء صغير من الانتماء العام الكبير للوطن انتماء للأسرة انتماء للنادي انتماء للوطن كل دي مواطن الانتماء بمراحل منتمل أسرته منتمل مهنته منتمل لناديه منتمل وطنه فالوطن الانتماء العام اللي بيشمل كل هذه الانتماءات الصغيرة لو الجزء مش موجود مش هيبقى فيه الكل خلي ما ينتميش لحاجة ما دول مش هنتمي لأسرته أو لمهنته أو لأصحابه أو لمنطقته هتطلبوا بالانتماء العام الأكبر لا الانتماء جزئيات المكون العام بتاعها الانتماء للوطن والمنتمي للوطن منتمي للوطن بقيمه بأخلاقه بتقاليده بتاريخه بتراثه مش الانتماء للوطن مجرد كلمه على أغنية المنتمي ده اللي بيحاول يحافظ على صورة بلده ووطنه عشان كده كان قمة انتماء الأهلي انه من نشأته الأولى هو بيحافظ على بلده بيدافع عن قضايا وطنه بيطلع بمسئولياته العامة بيهمه جدا انه يظهر في كل مناسبة خارجية انه ممثل ملائم لخيمة مصر هتولي كل شهادات السادة السفراء في الدول اللي النادي الأهلي بيسافرها هتولي كل البطولات الخارجية اللي النادي الأهلي بيتواجد فيها وشوفوا ازاي النادي الأهلي بيكون سفير فوق العادة لوطنه الغالي بلا تصنع ولا ادعاء بمسئولية والتزام تلاقي كل الناس ايوة ده الأهل المصري ايوة ده النادي الأهلي من مصر هو ده وعلى فكرة اذا كانت دي قيمة الانتماء انتماء القيمة بقى شوفوا حتى شخصيات عامة كبيرة مسئولة استوقفنا الحقيقة حاجتين مبارا زملنا العزيز وكاتبنا صحف الكبير أستاذ سعيد وهبة في مقالته في مجلة الأهلي وكان بيتحدث عن ذكرى نشأة مجلة الأهلي في مثل هذا الشهر من عام 74 لكن بيقول لي ذات مرة كنت بمكتب مدير عام النادي حين ررنا جرس التليفون كان بره مدير النادي فالأستاذ سعيد بيقولك رفعت السماعة كان على الطرف الآخر الدكتور يوسف دريس وهو من هو يوسف دريس واحد من قمم الأدب العربي في تاريخه فبيقوله الأستاذ سعيد كان يسأل الدكتور يوسف دريس عن تجديد كارنهات العضوية الجديدة لأسرته في النادي طرف العميد علي أنديل الذي كان خارج مكتبه كمدير للنادي بيقوله الأستاذ سعيد سألته عن سبب انتمائه للأهلي فقال شوف يا ابني الأهلي ده روح مصر ودمير هذا الوطن بيقول في بداية المكالمة سألني فقولت له أنا فلان الفلاني صحف رياضي في الجمهورية فقال لي أنا يوسف دريس قلت له آه حضرتك الدكتور يوسف دريس قال له لا أنا يوسف دريس بس من غير دكتور مش محتاجة أن أنا أقول عن قام لكن استوقفني نقله عن الدكتور يوسف دريس الأهلي ده روح مصر ودمير هذا الوطن مش احنا اتفقنا انه خلية من الخلايا المكونات الهمة لهذا الوطن الخلية الصالحة في وطن صالح ففعلا عندما يكون الأهلي على هذا القدر من الالتزام والانتماء والتمسك بالقيم والتقاليد والحرص على الصالح العام وإرساء القيم وخلق المواطن الصالح يصب هذا في الإناء الكبير الوطن يبقى إذن هذا التعبير الذي ذكره الدكتور يوسف دريس بيلخص هذا الكلام أنت خلية صالحة لهذا الوطن تعبر عنه وعن قيم الوطن وعن 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 حرصك أنك أنت يعني تكون مساهم في نشأة المواطن الصالح الذي ينتمي إلى بلده بالمفهوم الصحيح لنفوش لا أنانية ولا تحزب ولا أجندات ولا حاجة أنت بتنتمي للبلد صاحب النعمة اللي ادهالك أنك أنت تولدت هنا وتم رعايتك هنا وخدت المزايا وتحمل المصاعب اللي بيمر بها البلد لأنك أنت جزء من هذا الوطن العظيم وبقدر ما بنفخر بأهلويتنا بقدر ما بنفخر بمصريتنا وما يحدث على أرضها وتشوف التقدير الذي تحظى به مصر داخل وخارج الحدود يعني فعلا فعلا تعبير كويس قوي على فكرة خارج الحدود شوفوا الآلي وهو بيمثل مصر الغالية الكبيرة العظيمة تفتكروا لما جايزة محمد بن راشد المكتوم في الإبداع الرياضي بتمنح للمرة التانية للنادي الأهلي وكون النادي الأهلي الوحيد في العالم اللي أخذ هذه الجايزة مرتين عن البناء المؤسسي الإداري السليم فتلاقي القائمين على الجايزة وضيوفها الكبار وفيها شخصيات كتيرة من مختلف دول العالم لما بيتكلموا في الحيثيات في منح رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب هذه الجايزة أنه عمل مؤسسي منضبط يمثل نموذجا للإدارة الرياضية ويبقى هذا التقدير بهذه الجايزة جاية بمعايير خضع للاتحاد الأوروبي في الحوكمة الإدارية يعني أنت في مصر بتشرف بلدك الكبيرة في محفل دولي بيعترف لك أن أنت عندك من البناء المؤسسي الحاكم ما يقضع للمعايير العالمية أو الدولية في الاتحاد الأوروبي هي دي قيمة مصر يا جماعة اللي النادي الأهلي منذ نشأ حريص على هذا الإطار العام المسؤول وبالمناسبة على ذكر برضو تقدير الكثير من كبار المثقفين والشخصيات العامة للنادي الأهلي وقيمته العالم الأثر الكبير الدكتور ذاهي حواس شوفوا كان هو والدكتور مصطفى الفئي السياسي الكبير في ضيافة الزميل شريف عامر كلام عن النادي الأهلي كان وحيداً اللي مش مشتركة بينكم الكورة حريك ملكش في الكورة تخيل خالص يعني أنا مشترك بقى بيني وبين الدكتور مصطفى وانت كاملاً كتفكورة كل سنة وانت طيب انت تعرف لزانك حواس لا يشده عن الأثار إلا الأهلي الأهلي شوف أنا في حياة المعد عن الأثار السنواء والأهلي يعني يعني تقر تدار جدولك عشان ماتش الأهلي طب أقولك حاجة بقى قصة أنا مرة السيدة سيزان مباركة بتعمل مدحف الطفل شوف كلمتني في التليفون وكنا يعني مدحف غير عادي أنا نفسي شوفه حاجة ليت سأله ومثيل والفضل فيه للسيدة سيزان مباركة فكلمت في تليفون وقالتلي زاهي يوم الكذا فيك اجتماع فألتني يا فنم ممكن أطلب من حضرك ترى قلتني يا فنم اليوم ده ماتش الأهلي وأنا طبعاً هنفس كلام حضرتك وهاجل بس حضرتك حبقى دماغي في الأهلي فدهكت وأجلت المعاد فأنا يعني الأهلي بسعيدني لأنه لدي فيه انضباط وفيه انضباط وفيه حب أنت طول عمرك أهلاوي طول عمري أهلاوي والفراعنا كلهم كانوا أهلاوية تعافحنا طلعنا برده عام هتعمل مشكلة عام مشكلة ليه لا وعمل مشكلة مع عمر مشكلة ومش دعوه لا عمر قديم مطدع مش حياة إزاي حواس إزاي حواس بيقول الفراعنا كلهم أهلاوية والزام الكوية هما اللي بنوا الهرب الأكبر فأنا بقى عشان ما زحلوش أقول الفراعنا كلهم أهلاوية والزام الكوية هما اللي بنوا الهرب الأكبر ومالكش انت بقى في المسألة الكروية بالنسبة له خالص لا دا كان أخوي الكبير اللي هو زكريل فيه كنا زغيرين ففيه حاجة لعب كان مشهور اسمه ألدو أه ألدو صح فقول لي إيه رأى مصطفى الأسامي فأقول له الدو لك شاله ألدو جابه شهيد يعني كنت بسمع تهاش الدوة بسمع تهاش لكن هو معرفش شدك لموضوع القرابة لا هاي شدين على كبر بقى خلاص لا بس شوف لما يبقى فيه ماتشا المنتخب واسم مصر بتابع يعني يا دا ايو دا من زاوية وطنية والسياسية أقول لي شوية أقولولي النتيجة نتيجة كام ولما يبقى مصر غالبة بنتعش لكن ممكن ما يجيش ليك معاد أو مقابلة بسبب أن عنده ماتش لابا أنا مش ممكن أعمل معاد لأنا خلي بالك أنا اللي برتب الموعيد يعني الموعيد واللقاءات اللي بيني وبين مصطفة مع الناس أنا اللي برتبها فبالتالي دايما أحط ماتشات الأهل في الجدوة فأنت آه حصص الجدوة وساعات تفرض علي بقى حضور الماتش آه حنوعد فهنتغدى مش عارفوا فيه الماتش فتنظر أنت عزي بقى أنا لما أصحابي يقول لي يوعد وتفرج معنا على الماتش خضاء الله وخضاء يعني أنت مثل ما تفرجش على لفاربول ومحمد صلاح في هايزة كده لا أنا أحب محمد صلاح جدا أي لكن متتفرجش علي بالعبكور لكن أنا ما بقدرش يعقى التسعين دي اتفرج على الناس أنا عندي حفيد حفيد حداشر سنة طب ليه إحنا بنحد استنى تسعين دي ونصبعك في التلفزيون لا أنا غالبان أنا تتفرج على الدكتور مصطفة الفيه فهو صاحبك وحبيبك فابتشوفه لا أنا أتفرج عليك طبعا صح أنا حفيد حفيد 12 سنة أو 11 يعرف ماتشات العالم ماتش ماتش وكرة وكرة واللاعبين المشهورين يعني طبعا حديث مليء بالطرافة والدعابة ولكن دكتور زاهي هو كده يعني مش أول مرة يعني يربط بين الفراعين ولكن هو فيه رابط طبعا بينهم النجاح الإنجاز طبعا صحيح طبعا يعني أنت عايز تقول أن شوف الدكتور زاهي الدكتور يوسف إدريس هم اللي بيفخروا بانتمام الأهلي صحيح يعني أصل النادي الأهلي هو النادي إيه حيفخر إزاي النادي الأهلي ده فكرة ليفخر ولا يفرح ولا ده حاجة الناس بتروح له عشان كده يقولي الأهلي ملكي مش عارف مين أهلي لا مش ملكي حاد الأهلي فكرة الجميع يتعلقوا بها هو يملكنا ولا نملكه الله عليك ده كان كلام مهم جدا في قيمة الانتماء وانتماء القيمة